بيروت الآن لم يبقى سوى تحسس هول العصف ومعاينة الأضرار الهائلة لم يسبق الانفجار أن يجهز على مدينة بالكامل وينتج أوجع الأوقات هنا لبنان الذي لم يعد مصدر خطر على الآخرين بل صار مصدر خطر على نفسه وسط هذه العتمة تهبط طائرة رجل الإليزي لتؤكد أن رصيد بيروت في العالم لم يتبخر زيارة ربما تتجاوز حدود التضامن والتعاطف الإنساني إلى ما هو أبعد سياسيا وثقافيا حيث اتفق مراقبون على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت تمثل نقطة تحول في المنطقة وتظهر بأن هناك اتفاقا دوليا على عدم ترك الأمور سائبة في لبنان يجب اعتماد سياسة جديدة حيث يمكن لكل لبناني أو لبنانية مهما بالابتعاد عن هذا الإنعزالية الطائفية أو الإنعزالية السياسية التي اخترعها البعض والبعض الآخرين وكذلك على الرغم من هذا الفساد الذي نرى يجب أن نعيد بناء الثقة للدولة التي يستحقها اللبنانيون واللبنانيات ماكرون إذن جاء ليتلمس أضرار المرفأ بيد أنه تلمس حقيقة الغضب الموجود في شوارع لبنان ووجود حاجة ملحة لإجراءات سياسية قوية من أجل إخراج لبنان من أزمته وقيادته إلى الإصلاح في تطور لافت حول تواصل رئيس دولة أجنبية مع شعب عربي بشكل مباشر الوقت طارئ ولكننا لن نقدم شكا على بياض وفي الوقت عينه تظاهر عدد من اللبنانيين أمام السفارة الفرنسية وأرسلوا رسالة شفهية إلى فرنسا مطالبين مساعدتهم للتخلص من هذه الطبقة الحاكمة وسلاح حزب الله وعدم الوثوق أو مساعدة هذه السلطة الفاسدة في ختم الزيارة المثيرة تسلم الرئيس الفرنسي رسالة من وفد من المجتمع المدني لم تخرج عن فحوى مطالب المعتصمين أكثر من ستة وثلاثين ألفا من الشعب اللبناني وقعوا عريضة تطالب بعودة الانتداب الفرنسي ومن لم يحالفه الحظ بالتوقيع على تلك العريضة شارك من منزله بقوة في وسم الانتداب الفرنسي على تويتر